اشتركوا في القناة 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 حل ما زميلتكم هذي من خلت النقطين وحدهنا وحدهنا هذي راح تكون علميا شوية مو دقيقة ليش لان هذي النقطين مو دني مو واحد سالب اثنين سالب واحد سالب اثنين لذلك اخليها بدون تأشير تكون افضل الهالسبب قلت لكم يفضل اختار هذي ما البؤرة على مو الدولة لثلاث نقاط ويا البؤرة يصيرون ثلاثتهم على استقامة وحدة ولكن في كل الاحوال مو اجباري ازيان بعد ازيان اعيد السؤال كل اي اصداد فصل يمين نت من دي تشرح ازيان اذا نس هنا الحل حتى اذا اردنا نعيد الحل بالتبصيل راح يكون بصورة تالية ازيان اذا نس هذا كل راح المسحى وهذا النقطة ايضا انت المسحى من اقسم على سالب اثنين او اضرف في سالب نص يعني راح يصير اكس تربيع تساوي سالب نصف وي المن تشبه هذه تشبه الاكس تربيع تساوي سالب اربعة في وي هسه راح يساوي المقارنة راح يصير سالب اربعة في تساوي سالب نصف السالب وي السالب راح تروح اذا تقولون مثلا القسمة اخاف نتوهم بيها ماكو مشكلة خلي اقول طرفين يساوي وسطين يعني راح يصير عندي ثمانية في تساوي واحد يعني معناها البيش قد اذا معناها البي هي واحد على ثمانية هسه البقرة ش راح يصير عندي الماطول المعادلة اللي قارنت بيها اكس تربيع سالب اربعة في وي يعني معناها الرسم راح يكون للأسفل بهالصورة هذه يعني البقرة قانون البقرة التمرين اللي اخذناها ذاك الدرس اذا البقرة هي صفر سالب في والدليل وي يساوي في هذه راح اجي اكتبها هذه راح اكتب مقابيلها او قبلها بكيفي اذا هذه بقرة وهذه دليل زين صفر سالب في يعني معناها راح يصير عندي صفر سالب ثمن وهذا ش راح يصير عندي راح يصير واي تساوي ثمن اذا اكس واي صفر صفر زين هسه اجعل بقرة هذه قيمة اكس لو واي قيمة واي اذا للواي يكتب هنا سالب واحد على ثمانية من اريد اعوضها بالمعادلة قبل المقارنة راح يصير سالب نص في سالب واحد على ثمانية راح يصير واحد على ستعاش يعني الجذر مالته راح يصير عندي موجب سالب هذا بعد ماكو داعي اصوي هسه البقرة صفر سالب ثمن خلي اعتبر صفر سالب ثمن هنا زين الدليل واي يساوي ثمن لازم يكون بنفس المسافة عن نقطة الاصل يعني واي يساوي ثمن راح يكون هنا هسه هذه راح اجي اكتب عليها بقرة اللي هي صفر سالب ثمن وهذا راح اجي اكتب عليها دليل اللي هو واي تساوي ثمن زين اشتون هنا راح يكون الرسم احنا قلنا النقاط ما طول اختار يتهيشي راح تكون على استقامة واحدة لذلك الرسم راح يكون به الصورة هذه مباشرة الرسم يعني راح اجي اختار هذه النقطة وبعديا اذا هذه النقطة وهذه النقطة اذا معناها هذا هو رسم القطع المكافئ طبعا هنا الرسم لازم يقطع او يمس نقطة الاصل شوفوا شوي نزلت اذا معناها هذا هو رسم القطع المكافئ المطلوب نعم بابا اي عشرة استاذ احتمالي يجي سؤال يعني بالواي وبالأكس اثناتهم اثنين ينقسم اثناتهم على اثنين يعني يجي اثنين وعن ممكن راح يجيني ممكن يجيني السؤال بالصورة التالية يقولي المعادلة هي مثلا اثنين واي تربيع زائد اربعة وعشرين اكس تساوي صفر هنا لازم اخلي المتغير التربيعي لوحده بالطرف الايسر والمعامل ماتة واحد يعني لازم شا سوي هنا عندي مرحلتين المرحلة الاولى تحويل والثانية تقسيم او بالعكس اسويها الاولى تقسيم والثانية تحويل حسا من راح اقسم على اثنين اش راح يصير عندي واي تربيع زائد اثنعاش اكس تساوي صفر وبعدين اسويها واي تربيع تساوي سالب اثنعاش اكس المن تشبه هذه تشبه الواي تربيع سالب اربعة بي اكس وبعدين اكمل الحل اعتيادي نفس هذا السؤال اشتون ممكن اغيره ممكن اسوي مثلا السؤال يصير ثمانية واي تساوي سالب 16 اكس تربيع زيان هنا علي ما نقسم اقسم على ثمانية لو اقسم على سالب 16 شو تقولين استاذ اقسم على ثمانية لا اقسم على سالب 16 دائما لبصف التربيع هو الاقسم عليه لبصف التربيع هو اللي اقسم عليه يعني مو بالضرورة الايسر او الايمن لبصف التربيع هو اللي اقسم عليه اذا هذا ما يخص السؤال اللي اخذنا استاذ اكو سؤال لو ننتقل للمرحلة الوراها استاذ نعم السؤال استاذ مثلا الواي من اخذناه سالب واحد على ثمانية نعم نعوضها بالمعادلة اللي هي قبل الاكس تربيع سالب اربعة اعوضها بالمعادلة اللي صايرة قبل المقارنة اللي تشبه الصورة القياسية يعني صير عوبة هنا لكن التعويض رح يكون صعب نوعا ما لكن دائما اعلم ايدي دائما اعوض بالمعادلة اللي تشبه الصورة القياسية نعم استاذ اذا هذا الحكي اذا يقول لي ناطيني معادلة قطع مكافئ ويقول لي جد البؤرة والدليل والرسم الاتجاه الثاني شوية اوسع يقول لي جد معادلة القطع المكافئ جد معادلة القطع المكافئ احتيناها بالمقطع الاول قلنا حتى احسب معادلة قطع مكافئ يكفي تحقق شرطين الشرط الاول معرفة موقع البؤرة حتى اختار قانون لو واي تربيع اما موجب او سالب اربعة في اكس او اكس تربيع موجب او سالب اربعة في واي واحد من دولة الاربعة واستخرج قيمة في وعوضها بالقانون ينتقي حل السؤال السؤال بالوزاري رح يجيني بأحد سبع احتمالات لا ثامنة لها سبع احتمالات ابسطهم هو الاحتمال الاول ذاك الدرس من اشلعنا قلوبكم وطيدكم بؤرة قطع مكافئ وقدت لكم جد المعادلة مرة حسبناها باستخدام المعادلة العامة للقطع المخروطي ومرة استخدمناها باستخدام تعريف القطع المكافئ لكن اذا ما قل لي هو قل لي جد معادلة القطع المكافئ وسكت استخدم الطريقة السريعة لتدربنا عليها بالمحاضرة السابقة بمجرد ان يطيني البؤرة معلومة استخرج قيمة في واختار القانون المناسب واعوض بالقانون اذا اذا كانت البؤرة سالبة فالقانون سالب سواء كان يسرى او جوه اسفل اذا كانت البؤرة موجبة فالقانون موجب سواء كان اعلى او ايمان اذا هذه الفقرة الاولى اعتقد كلش واضحة وما تحتاج تفصيل اللي يعدها سؤال على الفقرة الاولى خلي تسأل قبل ما انتقل للفقرة الثانية استاذ نعم يعني بهذه الحالة بس بهذه الحالة اقدر استخدمها الطريقة السريعة الطريقة السريعة اذا ما حدد لي بس اذا ما حدد لي ما حدد اذا ما حدد استخدم الطريقة السريعة واذا حدد رح استخدم الطريقة السريعة على مسودة للتحقيق اذا بعدين امسحها ما امسحها ماكو مشكلة حتى لو ما امسحها اخليها بداخل اطار واكتب عليها تحقيق. لكن اذا محدد اني استخدم الطريقة السريعة جيد هذا الاحتمال الاول الاحتمال الثاني ايضا بسيط. اتفقنا الدرس الماضي قلنا اشارة البؤرة هي عكس اشارة الدليل واشارة الدليل عكس اشارة البؤرة. اذا قل لي بالسؤال جد معادلة القطع المكافئ. ركزوا ايايا خلين سؤالي فسالوا. اذا قل لي بالسؤال جد معادلة القطع المكافئ والطاني البؤرة معلومة. خطوات الحل ثلاثة فقط. استخرج البيء. واختار القانون المناسب وعوض بالقانون. ثلاثة فقط ما عندي غيرها. هذا اذا الطاني البؤرة معلومة. اما اذا الطاني الدليل معلوم خطوات الحل رح تصير أربعة من الدليل استخرج البؤرة وبعدي في قانون تعويق خلي نسوي في التمرين شفوي قبل ما نرجع إلى شاشة الموزابوك أريد استهناء أسأل أي ثمانية وثلاثين أي ثمانية وثلاثين إذا كان الدليل X تساوي أربعة شنو البؤرة نعم استاذ إذا كان معادلة الدليل X تساوي أربعة شنو البؤرة البؤرة يساوي X يعني سالب أربعة صفر سالب أربعة صفر بي أربعة أربعة يا معادلة رح أختارها الأربعة بي واي يعني X ويتر بي ساوي مو أنت هنا البؤرة هش قلنا إحنا من قلت لش X تساوي أربعة أنت قلت لي البؤرة السالب أربعة صفر هاي السالب أربعة وصفر وين صايرها؟ صايرها بطهران لو بدمشق نعم سالب بسوريا هاي بسوريا هاي يعني زين شنو المعادلة مع سوريا؟ سالب سالب أربعة Y تربية تساوي سالب أربعة بي أكس وبعد ينا عوض زين أي واحد نعم سالب إذا كانت معادلة الدليل Y تساوي سالب ثلاثة شنو البؤرة؟ البؤرة صفر وثلاثة صفر ثلاثة زين شنو المعادلة؟ المعادلة X تربية تساوي أربعة Y أربعة بي واي أربعة بي واي وبعد ينا رح أجي أختار اللي هنا وراء ما أختاريت القانون رح أعوض تعويض مباشر شكراً إليك إذن معناها هذا الحد شيء اللي سولفناه الس هو يمثل الاحتمال الثاني يمثل الاحتمال الثاني إذا الطاني الدليل معلوم إذا الطاني الدليل معلوم شا سوي هنا؟ أستخرج البؤرة ومن خلال البؤرة رح أجي أستخرج البي والقانون والتعويق ولكن فكرة السؤال بأنه معادلة الدليل لو هي X تساوي لو Y تساوي معادلة الدليل أما X تساوي أو Y تساوي فإذا قل لي X زاء 6 تساوي 0 قطع المكافئ الذي رأسه نقطة الأصل في الحالات التالية جد معادلة القطع المكافئ الذي رأسه نقطة الأصل في الحالات التالية أي 52 أكو سؤال بابا؟ لا بس الثانية وما ما افتهمتها نتفصل زين هنا إذا اطاني معادلة الدليل الحالة الثانية إذا اطاني معادلة الدليل معادلة الدليل لو أسويها X تساوي لو أسويها Y تساوي أبسطها والتمرين والتدريب الذي سألفنا ذاك الدرس نستخرج البؤرة بعكس الإشارة إذا عندي دليل أستخرج البؤرة وبعدي في قانون تعويض خلينا نسوي السهنا تدريب عليها إذن كتبوا لي أولا رقم واحد بؤرته صفر سالب نص بؤرته صفر سالب نص يلا من تجاوبني على السؤال سالب أربعة وثلاثين نعم نعم أول شي نستخرج البؤرة 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 ساوي نصف البؤرة تساوي نصف نعم مزيان المعادلة المعادلة اللي هي وتربيع تساوي من صفر سالب نص صفر سالب نص طهران دمشق أنقرة الرياض وين صار سالب صفر صفر سالب نص وين صاير مكان يمن يسر فوق جو يسر شلون يسر يسر سالب نص صفر أي نقطة أي نقطة الأكس مالتها صفر تقع على محور الصادات وأي نقطة الواي مالتها صفر تقع على محور السينات إذن وين صار الصفر سالب نص بس وي تربيع سالب أربعة بي أكس لا هنا صايرة للأسفل قانون الأسفل من هو هو أكس تربيع تساوي سالب أربعة بي وي منطيتكم هنا واجب الدرس الماضي تمرين ما الرقبة هنا اليمن وي تربيع أربعة بي أكس اليسر وي تربيع سالب أربعة بي أكس الفوق أكس أربعة بي وي والجو أكس سالب أربعة بي يلا عوضي هنا شو رح يكون التعويض أكس تربيع تساوي نعم سالب أربعة نص وي يعني سالب أربعة نص لو سالب أربعة في نص في نص يعني شو صير يعني سالب واحد على ثماني الس سالب أربعة في نص وي هس الصورة صارت اوضح يعني معناها الاكسب تربع ش تسوي الاكسب تربيع تسوي سوينا واحد على ثمانية شلون واحد على ثمانية هذه الأربعة بسط هذه الأربعة تنظر بالثينين لو تنظر بالواحد الواحد الوحد 4 على 2 يعني معناها سألة بثنين بالثين يعني نعرف هنا اكوف ارتباكتكم إذن هنا رقم اثنين رقم اثنين كتبه يا أية معادلة دليله معادلة دليله 3x زائد 7 تساوي 0 معادلة دليله 3x زائد 7 تساوي 0 يلا من يجاوبني على السؤال يلا أي 57 نعم يعني معادلة دليل لكن قيمة بx نعم 3x تساوي سالب 7 إذن 3x تساوي سالب 7 خوش حتي يعني معناها x تساوي سالب 7 على 3 إذن x تساوي سالب 7 على 3 هذا السالب 7 على 3 شو تمثل تمثل إيران إذن لا إذن هذه تمثل معادلة الدليل هذه تمثل معادلة الدليل يلا استخرجي البؤرة إذن البؤرة وين صايرة البؤرة تساوي بي 0 يعني معناها يعني معناها ها أطلع أي الإحداثة مالتها 7 على 3 7 على 3 صفر مو بالامتحان الوزارة تكتبون إيران ودمشق واتير بالكم ترى هذا لتقريب الفكرة إذن هنا يمين يسار أعلى أسفل زين إذن هذه شو تمثل؟ إذن هذه تمثل البؤرة زين إذا كانت هذه تمثل البؤرة شكراً إليش أريد أي 33 قليني شلون أكمل الحل أستاذ نلقى معادلة معادلة قطعة المكافئ يعني يصير Y تربيع نعم معادلة Y تربيع تساوي 4PX 4PX زين هنا P 7 على 3 P 7 على 3 يصير يقول سالب 7 على 3 لا ما يصير لأن P دائما موجبة P دائما موجبة إذن شو رح أصير هنا المعادلة Y تربيع تساوي 4P7 3X يعني شو صير وتساوي 28 على 3 إذن معناها 28 على 3 إذن هذه بصفة رح أقول معادلة قاف ميم أو أقول معادلة قطع المكافئ زين منو عنده مشكلة لحد الآن إذا صار عندي احتماليا اللي عنده مشكلة أي 27 أكو مشكلة منو عنده سؤال اللي عنده سؤال بابا فتحي المايك وسألي إذن صار عندي احتماليا من أصل 7 والاحتمال الأول والاحتمال الثاني بسيط جدا 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 إذا ناطيني البؤرة معلومة نعم تفضلي هو دائما بالقطع المكافئ يكون الرأس صفر صفر لو ممكن يتغير بالقطع المكافئ بالنسبة إلى طلاب الإحيائي رأسه صفر صفر كل القطوع المكافئة طلاب التطبيقي يعدهم موضوع آخر اسم السحاب يعني درسون هذا الموضوع وموضوع آخر اسم السحاب يطلع الرأس مو صفر صفر فبالنسبة لمنهج الإحيائي كل القطوع المكافئة رأسه نقطة الأصل اللي هو صفر صفر تمام شكرا نعم ساذ معادلة المحور معادلة المحور إذا كانت البؤرة تقع على محور السينات فمعادلة محور السينات هو يساوي صفر يعني البؤرة إذا كانت هنا أو إذا كانت هنا فمعادلة المحور يساوي صفر وإذا كانت البؤرة هنا أو كانت هنا فمعادلة المحور هي شنو هو X تساوي صفر رح يكون X تساوي صفر فدائما معادلة محور السينات هو Y يساوي صفر ومعادلة محور الصادات اللي يسمي Y X هو X يساوي صفر فالتجاه اليمين يعني القطع المكافئ إذا كان يمنى أو إذا كان يسرع فمعادلة المحور Y يساوي صفر وإذا كان أعلى أو إذا كان أسفل فمعادلة المحور هي X تساوي صفر أسفل أسفل نعم ماذا نعم نعم معادلة الدليل المعادلة الدليل ليس صفر معادلة الدليل ليس صفر معادلة الدليل X تساوي P X تساوي سالب P Y تساوي P Y تساوي سالب P يعني هنا أنا من عندي قطع مكافئ وقال لي هذا هنا هذا مندي يقول لي البؤرة مات صفر سالب نص وين صار صفر سالب نص صار هنا فإذا يقول لي شنو معادلة المحور أقول X تساوي صفر المحور من هو المستقيم الذي تقع عليه البؤرة فإذا البؤرة صار على محور الصادات معادلة المحور X تساوي صفر وإذا البؤرة صار على محور السينات معادلة علاقة بمعادلة الدليل. بس إذا كان الدليل X فإن المحور هو Y. إذا كان الدليل Y فإن المحور هو X. ولكن المحور دائماً صفر. ولا الدليل هو عكس إشارة البؤر. إذا البؤرة موجبة الدليل سالب. وإذا البؤرة سالبة فالدليل موجب. نعم. هذا إذا قل لي بالسؤال يعني من أجي أقول جد معادلة القطع المكافئة. شوية كلكم ركزوا يا آية. الذي بؤرته تقع على محور السينات. هسه الملاحظة اللي رح نحجيها هسه الملاحظة الثالثة رح تفسر هذا الحجي لذلك شوية رح أأجلها. خلي نشرح الملاحظة ثلاثة وبعدها رح أجي أقولكم شنو فايدة المحور. شلون ممكن يجيني بالسؤال. الملاحظة الثالثة إذا مر القطع المكافئ بنقطة فإنها تحقق معادلته. شنو معناها تحقق معادلته. إذا ردت أرسم المحورين الإحداثيين بالصورة التالية. إذن هذه المحورين الإحداثيين السهنة رح أجي أرسمهم أربع مرات حتى تكون الصورة واضحة. إذا قل لي جد معادلة القطع المكافئ الذي بؤرته تقع على محور السينات. بؤرته تقع على محور السينات. ويمر بالنقطة مثلا اثنين سبعة. اثنين سبعة وين صار؟ اثنين سبعة صار بالربع الأول. إذن النقطة اثنين سبعة صار بالربع الأول. زين. إذا كان القطع المكافئ بؤرته تقع على محور السينات. يعني رسمه كم احتمال؟ رسمه احتماليا ربما يكون يمنى وربما يكون يسرى. إذا قل لي البؤرة تقع على محور السينات. يعني احتمال يمنى واحتمال يسرى. وإذا قل لي البؤرة تقع على محور الصادات. يعني احتمال أعلى واحتمال أسفل. يعني احتماليا. كل واحد احتماليا. زين. إذا قل لي يمر بالنقطة اثنين سبعة والاثنين سبعة صار هنا. هذه الاثنين سبعة شو تمثل؟ تمثل اكس واي. زين. المعادلة شنو هذي؟ المعادلة هي واي تربيع تساوي اربعة في اكس. لان يمنى. اذا ردت اعوض مكان الاكس هو داي يقول لي اثنين سبعة. هو داي يقول لي النقطة اثنين سبعة. اذا اعوض مكان الاكس اثنين. وعوض مكان الواي سبعة. من المجهول اللي رح يبقى عندي؟ المجهول رح يصير فقط فيه. المجهول فقط فيه. اش وقت ما استخرج قيمة بي. رح عيد تعويضها بالمعادلة. يعني اش رح يصير عندي هس هنا؟ رح يصير تسعة واربعين. يساوي اربعة في اثنين. رح يصير ثمانية بي. يعني معناها البي رح تساوي تسعة واربعين على ثمانية. هذي قيمة بي. شوكت ما استخرجتها رح عيد تعويضها هنا. يعني رح اصير عندي المعادلة شنو. رح اصير واي تربيع تساوي اربعة في تسعة واربعين على ثمانية اكس. واذا اكتصار اختصار. يبقى. اللي اريد اوصل لكم شنو. اذا قل لي جد معادلة القطع المكافئ الذي بؤرته تقع على محور السينات. قل لي بؤرته تقع على محور السينات. انا ببالي ش رح يخطر على بالي. يعني لو يمنى لو يصر. يعني من يجب الصديق يخابرني. يقول لي انا وصلت بغداد. يقول لي انا وصلت بغداد وداري داشوفك. اول شي يخطر على بالي. اقول احتمال هو بالكرخ. احتمال هو بالرصافة. احتماليا. لكن من يقول لي انا وصلت بغداد وقف لك يا مطعم الساعة. اذا رأسا اقول احتمال الرصافة مستحيل. اذا معناها دا ينتظرني بالمنصور يا مطعم الساعة. هس من يقول لي جد معادلة القطع المكافئ الذي بؤرته تقع على محور السينات. انا اقول لي احتمال يمنى احتمال يسرى. زيان. اقول لي شو كمل. يقول لي ويمر بالنقطة ثنيان سبعة. اقول لي اذا ثنيان سبعة فبالتأكيد رح يكون يمنى. لان اذا صار يسرى مستحيل يمر بهذه النقطة. لان اذا كان يمنى النقاط ماتة ربما تكون بالربع الاول وربما تكون بالربع الرابع. واذا كان يسرى النقاط ماتة ربما بالربع الثاني وربما بالربع الثالث في يقول لي يمر بالنقطة الثانية السبعة كان عندي قبل شوية احتماليا لو يمنى لو يسرأ قلت أكيد هذا يمنى هس رح أجي أكتب قانون اليمنى مثل ما سألفنا هس Y تربيع أربعة PX أعوض النقطة حتى أستخرج قيمة P بعدها نعيد تعويضها إذا قل لي جد معادلة القطع المكافئ الذي بؤرته تقع على محور الصادات بؤرته تقع على محور الصادات الشيخطر على باله السهناء أي ثمين شتقولين إذا قال بؤرته تقع على محور الصادات شنو الاحتمالات بي ثمانية نعم شنو رأيك إذا بؤرتها على الصادات أما الأعلى أما الأسفل إذا أقول لحد الآن أما أسفل أو أعلى زين رح أقول لدي كمل حتى أحسم واحد من اللي احتماليين يقول لي ويمر بالنقطة واحد سالب اثنين زين واحد سالب اثنين وين صغيرة؟ الأسفل بيها ربع صغيرة واحد سالب اثنين بالربع الرابع بالربع الرابع زين ما طول النقطة بالربع الرابع إذا نسألنا أعلى لو أسفل الأسفل أكيد للأسفل إذا مستحيل يكون للأعلى إذا ما طول ده يقول لي النقطة واحد سالب اثنين إذا رح أجي أكتب قانون الأسفل اللي هو أكستر بيها تساوي سالب أربعة بي واي أعوض مكان الأكس واحد أعوض مكان الواي سالب اثنين يعني رح يصير عندي ثمانية بي إذا معناها البي تساوي واحد على ثمانية إش قطل على القيمة بي رح أعوضها هنا يعني رح يصير عندي أكستر بيها تساوي سالب أربعة في واحد على ثمانية يعني معناها رح يصير عندي أكستر بيها تساوي سالب نصف واي إذا سالب نصف واي هذه معادلة القطع المكافئ ولكن إذا قل لي بالسؤال جد معادلة تركزوا يا إيه جد معادلة القطع المكافئ الذي بؤرته تقع على محور السينات أنا رح أقول له لو يمنى لو يسرع الطيني نقطة حتى أقول لك ياه منهم إذا قل لي البؤرة تقع على محور الصادات أقول له لو أعلى لو أسفل الطيني نقطة حتى أقول لك البؤرة وين إذا قل لي جد معادلة القطع المكافئ المار بالنقطة مثلا سالب 2 4 وسكت سالب 2 4 وين صار سالب 2 4 صار بالربع الثاني وسكت أنا شو رح أقولي هنا أقول أكو احتماليا ربما تكون البؤرة على محور السينات ورح أسوي الرسم بهالصورة هذه أختار القانون السوري وربما تكون البؤرة على محور الصادات رح أختار القانون الأعلى إذن السؤال رح يكون بأحد احتماليا خلي الروح استراحة خمس دقائق ونرجع وراء الاستراحة حتى نأخذ أمثلة على هذا بال ترجمة نانسي قنقر